بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي بنتيج مع تبنوميا راني اليوم إن شاء الله رح ندير مراجعة شاملة في الدائرة المثلثية والجزء الثاني في العبارات الجبرية حيث قالنا واحد روماني ألف علم على الدائرة المثلثية النقط A و B و C و D و E صورها الأعداد ألفين واثين وعشرين بي على ثلاثة بي على ربعة الناقص ألف وربعمية وثلاثة وربعين بي على ستة ألف وتسعمية وسبعة وسبعين بي على ربعة خمسة وثلاثين بي على من على ربعة ثم قال يستنتج القيم المضبوطة لكل من كوس هذه الزاوية وسينس هذه الزاوية وكوس هذه الزاوية وسينس هذه الزاوية وكوس هذه الزاوية وسينس هذه الزاوية وطنجونت هذه الزاوية ثم نكمل مع الثاني أولا عندنا تعليم النقط A B C D على الدائرة المثلثية عندنا الأولاد الدائرة المثلثية هايون قدامكم إذن عندنا هذا الاتجاه الموجب هذه الزاوية تمثل زاوية صيفر هذه الزاوية 90 هذه 180 هذه 206 صحة وعندنا هذا الاتجاه السالب كي تكون الزاوية سالبة الروحوهاك تكون الزاوية موجبة الروحوهاك صحة وعندنا الآن ننطلق إلى إذا 2022 P على 3 لو تجيبوا الآلة الحاسبة وتبدأوا تحسبوا قدامكم اللي هي 2022 تقسيم 3 راح أتعطيكم 674 تعطينا هذه 674 P هذا العدد بما أنه زوجي فإن نصفه يمثل عدد من الدورات سبحانا لو نقسم هذا تقسيم 2 راح نسيبه 337 في 2P يعني ذلك الولاد نعود لفهمكم هذا قسمه على 2P يكتب لكم 337 دورة 2P هذه يتمثلكم 2P سمى ذا النقطة وين جيها الولاد آخر كلام بما أن هذا العدد الزوجي جيكم نقطة بتاعكم هنا هاي من النقطة يعني ننطلق من النقطة من هذا المكان والدور النقطة مش على الدور 337 دورا تعودت الحق غير اللي هنا أما لو كان جيت لنا 675P شوفوا شتي هي هي 674P زايد P هذا رجعوه رجعوه عدد الزوجي زايد 1 هذا بما أن عدد الزوجي يبقى غير نظروا ونزيدوا له P يعني جينا هنا وترجعنا هنا P العدد الفردي يجيكم مننا والعدد الزوجي يجينا هنا كي يجوكم الأعدد كما هك بتعلموا الفكرة أبرك نجو الآن خلاص النقطة A عرفناها وراه نجو الآن إلى النقطة B اللي هي 2022P على من على 4 تساوينا هنا شو نوصل لها دي مني نحكم من الآلة الحاسيبة ونقسم 2022P على 4 لما حسبناها خرجتنا شعال ركزوا معي مليح لقيناها 500 و 5.5 هل القسمة التامة ماش تامة التامة كي ما صيبوش الفرقيلة درش كل يقول لك كيف ندير جبدو الباقي الباقي حاجة بسيطة ولا دي ضربوا ذا في ذا ولا ديروا هكذا 2022 ناقص ذا في ذا ذا في ذا اللي هو 4 في 505 تعطيكم شعال تعطي لكم 2 حسبوها رجعوا هذا مننا شوفوا رجعوا ذا مننا تولينا 2022 يسوينا 4 في 505 زايد شعال زايد 2 يعني الباقي بسفة عامة شعال صباح لنا هو 2 الباقي شعال هو 2 يعني ذا كلوا كنت شوفوا جربوا بالحاسيبة جربوها 4 في 505 زايد 2 شعال تعطيكم تعطينا 500 2022 نعاود 2022 ركز 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 ما دخليش عقلك يروح تبعي معايا 2022 وش يسوي يسوينا 4 في 505 زايد 2 آه تولينا 2022 بي شوفوا نوصيكم كتسيبوا هذا الباقي 2 قولوا نوضيف 2 بي ونقص 2 بي إلا لقيت الباقي 1 قولوا نوضيف بي ونقص بي إلا لقيت 3 قولوا نوضيف 3 بي ونقص 3 بي بي تشوفوا الفكرة كيف صاح عدد اللي تسيبو هنا زيد 2 بي ونقص 2 بي 6 1 قولوا نوضيف 2 بي ونقص بي بعدها كان هنا خطة نحبكم تركزوا معي في القسم مثلين في مكان الطلاب التوي لو كان نجي مع هذا تعطيني 2024P على من على ربعة لو نقسم 2024P 24P على من على ربعة شعال تعطيكم؟ جربوها مليحة 2024 على ربعة راح تخرجكم يا الشاطرين شكول اللي يقولي شعال تخرج؟ جربوها قدامكم هنا جربوها جمعنا هذا مع هذا 2024 تقسيم أربعة أعطتنا 505 شوفوا معي صباح النتيو ساوينا 506P خلاص هذا مع هذا جمعناه ركزوه شا تبقى لنا؟ تبقى لنا ناقص 2P على ربعة وحد أخر يقول يا أستاذ أعلى ما نديروش 2022P وننقص لها 2P شعال تصبح؟ صبح 2020 تقسيم ربعة 2020 تقسيم ربعة لما نحسبوها تعطينا 505P ركزوا الفرق الفرق التاع كي زدت 2 خرجت لي شعال 506P كي نقصت 2 أعطت لي 505P أحنا نحتاج إلى العدد الفردي ما شي الزوجي هذا العدد اللي طاحناه شنه هو؟ فردي إذن الأفضل كي زدنا فيه للتمرين كي زدنا هنا طاحنا زوجي إذن هذا تبقى لي ناقص 2P على ربعة خليه وحدها شوفوا كي زدت 2 طاحت لي 506 هذا كي نحتاج كي نقصت 2 يعني قلت 2023 ناقص 2P طاحت 2022 قسمتها خرجت لنا 505 505 ما نقدر ندير بها أولو السماء نحتاج ذي الآن نقسم شوفوا معايا النحي 2 مننا و2 مننا هاي 2 وهااي 2 شا صبحت لنا؟ هذا العدد زوجي السماء نصفه هو ش يعطينا؟ يعطينا كي يقسمنا على 2 أعطينا 2053 في 2P ناقص B على 2 السماء وش ندير؟ نقلع من هذا المكان بشعال 253 دورة كي نخلقت خلاص نرجع بشعال بناقص B على 2 هاي ناقص B على 2 جيكم النقطة بي هنا هاي من الجينا؟ هاي ناقص 90 هذه ناقص 90 هذه نقدمها لولد نجو الآن إلى ناقص 1443P على من على 6 لما نقسمه خليكم من ناقص خلاص ناقص ده خلوكم نساوه صاح وش تصبحنا؟ نقسم 1443P على من؟ على 6 لما قسمتها شعال لقيته أجمع 1443P على 6 صبناها أجمع صبناها 240P شعال فاصل 5 هاي قسمة ميش تامة كيف قلنا نديره؟ قلنا نديره هكذا بالآلة الحسيبة أكتبوا قدامكم أكتبوا 1443 ناقص ذا في ذا خلوكم من هذين نساوه ناقص 2 6 في 240 شعالي أخرجكم الباقي هاي قدامكم هنا ها قلنا إذن في ثلاثة هتعطينا شعال عفوا إذن هكذا في هتعطينا شعال ثلاثة سمى هذا القيمة هذه النحوة صباح لي ثلاثة آه وش قلنا؟ قلنا العدد اللي نسيبوه نزيده وننقصه صباح لي واش شوفوا معي 1443 بي زايد بثلاثة بي ناقص ثلاثة بي الكل على 6 الناقص دا خليكم منه ما خله برا صاحا أرواح حضركم نجربولا دي كي نوضيف 1443 زيدوا لها زيدوا لها ثلاثة تولينا 1446 تقسيم 6 أعطاني ميتين وش عال 241 ما تكزيستيش كي زت ما تكزيستيش أرواح نقصه كي نقصه صباحنا 1440 تقسيم 6 أعطاني ميتين وربعين واحدة أعطاني ميتين ووحدة وربعين فرضي ما نحتاجوش كي زت نقصت ثلاثة أعطاني ميتين 1440 أقسمت على 6 أعطاني 240 سمى كي نقص خير هذه من تشيهاش صباحنا تسوينا ناقص 240 بي شوفوا يادي هذا خدمت معاذا هذا ما تشيتوش زايد زايد ثلاثة بي على ستة يعني لو تبعوا تفهموها عشر على عشر تروحنا مننا ثلاثة وتروحنا مننا ثلاثة تصبحنا هايلي هايلي هذا العدد زوجي سمى نصفه واش يعطينا كون نجونا قسموه على ثنين ها بزدو تشوفوا 140 تقسيم 2 تعطينا 120 تقول لنا هذي مكتبت لكم هاكذا 120 في 2 بي يعني نكتبوها ك2 بي معناها باهمت ثلاثة مجموعة من الدورة مي أثرش صاح أولادي دخلوا ودركوا الناقص تعاكم سباح لي هاكذا هنا ناقص وهنا ناقص كيف يعني ننطلق منذ النقطة وننطلق هاكذا شعال من مرة 120 دورة بالاتجاه المعاكس بالاتجاه المعاكس ونضيف لها ناقص 90 ناقص 90 تجينا هنا سمنا نقطة C كذلك تجيكم هنا تجي مع النقطة B كيف النقطة B طاحت في ناقص 90 والاخرى ثان طاحت في ناقص 90 صاح أولادي نزيد الآن نروح إلى ألف 1977 P على من على ربعة لما نقسم 1977 على ربعة لأش هلقيته أكيد 1977 على ربعة لقينا ربعمية وربعة وتسعين فاصل خمس وعشرين نعم فاصل خمس وعشرين ثم لما نحوس على الباقي شعلت القاوة يدير 1977 ناقص ربعة في ربعمية وربعة وتسعين جعلت سيبه سيبه واحد سيبه واحد واش ندير وضرق نوضيف واحد نوضيف P ونقص P تولي ل 1977 P زايد P ناقص P الكل على ربعة صاح نجرب وضرق 1977 P ونزيد P 1978 P على ربعة كي نحسب وشعل نصيب هالولاد هيا جربوا لتشوف شعل تعطيكم ربعمية وربعة وتسعين فاصل خمسة آه ما نحتاج وهاش بس كل أولاء خرجتنا ربعمية وربعة وتسعين فاصل خمسة ما نحتاج وهاش أروح وضرق كي نقص وشعل 1976 تقسيم ربعة شعل تخرجكم هالولاد شكل يقول لي شعل تخرج لما نقص هاي لكم بالأهل حسيبه ألف وتسع ربعمية وستة وسبعين تقسيم ربعة تعتنا ربعمية وربعة وتسعين آه ربعمية وربعة وتسعين عدد زوجي تصبح تصبح لنا هاك تساوي 2P زايد P على ربعة هذا وش يمثل قلنا دائما 2P في عدد تمثل عدد من الدورات في الاتجاه الموجب خلاص الاتجاه الموجب ونزيد لها شعار هذي تمثل لنا 247 دورة بهذا الاتجاه ونزيد لها P على ربعة P على ربعة وين راهي لي 45 دراجة هاي هنا زوج P على ربعة إذا نجي لي النقطة هنا هذه هي النقطة D هاي الزاوية التي حملنا اللي هنا P على ربعة شفتوا كيف ربعة نجو بعدها نغالولاد إلى 35P على ربعة 35P على ربعة لو ما نقسم 35P على ربعة نتبع نقطة نقطة نغالولاد إذن شعر هل حنصيب 35 على ربعة راح ننصيب وثمانية فاصل خمسة وسبعين كيف نجو بد الباقي 35 ناقص أربعة في ثمانية تخرجنا الباقي شعال الولاد تخرجنا الباقي ثلاثة وش ندير وضيف ثلاثة ونقص ثلاثة كما قلنا صباح لي 35P زايد ثلاثة P ناقص ثلاثة P الكل على أربعة صح أولادي نجرب 35 ثلاثة 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 ثمانية وثلاثين P على أربعة ثلاثة ثمانية وثلاثين P على ربعة لما نقص ما شعال تعطينا تسعة ونص ما نحتاج هاش نعود نجرب الآن كي نقص جرب نقص كي زدنا ما خرج الثناش روح نقص خمسة وثلاثين P ناقص ثلاثة تعطينا ثلاثين P على أربعة ثلاثين على أربعة شعال ثمانية P خلاص ثلاثة ثمانية P شوفوا هذا مع هذا خلاص قعدتنا ثلاثة P على أربعة هذا نقص مهو على ثلاثة تصبح تصبح أنا أربعة في ثلاثين P هذا وشي يمثل مجموعة من الدورات شعال من دورة ربعة دورات ربعة دورات هذه شعال تقرأ ناقص مئة وعشرين دورة في الاتجاه السالب للمعاكس هذه تقرأ ربعة دورة في الاتجاه الموجب ونزيد لها شعال نزيد لها ثلاثة P على ربعة ثلاثة P على أربعة ونحسب ها التي هي ثلاثة P هو مئة وثمانين تقسيم أربعة نسيب مئة وخمسة ثلاثة يعني وين تجينا هاي P على ربعة من الهنا P على ربعة ومن الهنا P على 4 ونزيد لها من الهنا P على 4 تجينا هنا هي النقطة هاي وين جيكم P مئة وخمسة وثلاثة شتو كيف ذكرة روعة يعني طريقة ما تتعبو مويل طيحكم ديراكت بعدها قال لي استنتج القيم المضبوطة نحن نخرجها كل شمالنا أصلا السؤال جاء استنتج القيم المضبوطة أرواح نبدأ ب استنتاج القيم المضبوطة يعني ما تحسبوش بالآلة الهاسية عندنا COS اللول شكون هو COS 2022 P أعلاما على ربعة شوفوا أولادي ما تخافوا ما تكسروا يصالكم موال هاي ندير هنا COS ونزيد هنا COS ونزيد هنا COS ونزيد هنا COS الآن توليكم COS 253 في 2 P ناقص P على 2 قاعد العملية كيف 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 هذا بما أنه عدد زوجي هاي يروح كامل يروح أن أنتم قريت وحدة الخاصية أن COS X زايد 2 P يساوي COS X أي زاوية نزيد لها جمعة من الدورات ما رح يأثر فيها أولو ما تصبح لكم سوين نواش سوين COS ناقص P على 2 آه هي الولاد COS ناقص نروح لوحدة طابلو شوفوا نعطيه لكم غير صغير ما تتعبوا ما هو شوف طابلو هاي كان يدالوا عدة مرات في اليوتيوب ها ها الولاد هنا الزاوية التاعي نسموها ألفا هنا نديره سينيس ألفا شوفوا معي بات تعلموا وهنا نديره COS ألفا اللولا بده بالسينيس بده بالسينيس والدوزيام ديره الكوس ما تبدوش بس بالكوس تخلطي لكم زاوية اللولا هي صفر زاوية الثانية هي P على ستة اللي هي ثلاثية حسب أقع حسب 180 تقسيم ستة تعطيكم ثلاثين واللي وراها P على ربعة واللي وراها P على ثلاثة واللي بعدها P على اثنين شوفوا كيف تديروا الولاد شوفوا خال الكلام ما قال لو ديروا هكي خط الكسر وكتبوا هنا صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة شوفوا الولاد ومن بعد شوفوا شا نديره جذروا شوف نديره نجذر وبعد كامل نقسم على ثلاثين في اللول قلت واش نديره خط الكسر وبعد يكتبوا صفر واحد زوج ثلاثة اربعة وبعد جذروا وبعد قسموا على ثلاثة اربعة ونحسبوا جذر صفر هو صفر سمعنا صفر جذر واحد هو واحد السمع تبقى لي واحد على ثلاثين شوفوا شوفوا منحفظ جذر اثنين يبقى هو جذر ثلاثة يبقى هو جذر ربعة شعال هو ثنين ثنين على ثنين شطار هو واحد سمع هاي لكم واحد كيف هندير ذلك البلاد الرحول الزاوية ذي الوسطانية اللي هي بي على ربعة هذي تهبط كما راه تبقى لكم جذر ثنين على ثنين شوفوا معاي جذر ثلاثة على ثنين هذا يرجع من واحد ده ثنين شوفوا وبعد هذا شوفوا هذا جيبوه هنا وهذا جيبوه هنا يعني التصالب هذا يرجع هنا وهذا يرجع هنا هذا هو الطابل واني حفظته في ثواني معدودات الواحد جولادي يدرك كوس بي على ثنين شعال سفر سما وكوس ناقص على ثنين يكون صيف هاني خرجت القيمة المربوطة ثن خرجت على هو نجو الان الى سينيس نفس الزاوية يبدأ لي سينيس الفين واثنين وعشرين بي على نفس يصبح لي سينيس ناقص بي على ثنين آه سينيس متاع شوفوا معاي سينيس ساعة تسعين شعال واحد وراه مضروفة وعنده ناقص سما يجينا هنا سما تسبح لي هو ناقص واحد واحد هو ناقص واحد خلاص الآن نجو الى كوس نفس السيناريو ناقص 1400 قلنا وثلاثة وربعين بي على من على ستة شوفوا ها هي ورا هي نكمل كوس ديره هنا كأنما تدير كوس 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 حتى تخرج له هذا العدد شي قلنا علي عدد زوجي يروح ديركت تبقى لكم غير هذه وحدها تبقى لي كوس ناقص بي على 2 وكوس ناقص بي على 2 هنا سينس وهنا سينس وهنا سينس وهنا سينس هذا بما أنه عدد زوجي يروح يقول لنا يسوينا سينس بي على 4 هذا كامل يروح هذا يروح في السينس يروح بي على 4 هاي هنا بي على 4 اشتوى السينس تاح شوفوا السينس تاح هو جذر 2 على 2 نجي الآن إلى ذن شوفوا شوف اللي هو قبله 1977 نجو إلى كوس 35 بي على 4 أرواح يجو لدي أرواح 35 بي على 4 هذي تروح لأنه عدد زوجي تبقى لي كوس 3 بي على 4 نجو الآن بي على 4 وين راهي هاي بي على 4 الكوس تاح أشعار جذر 2 على 2 كوس تاح ولكن شوفوا هي ورا اي جاية اي جاية في الجهة السلبة من الكوس موجب ومن الكوس سلب السماية جاية هنا سماية ناقص جذر 2 على 2 هي تبقى تبقى جذر 2 على 2 لكن جاية جاية في الجهة السلبة السلبة هاي لك نجو الآن إلى سينس 35 بي على من على على إذن نكمل الآن قلنا صباحنا السينس 35 بي على 4 نفس السيناريو هذا يروح تبقى لي سينس 35 بي على 4 الآن نجو الزاوية التاعي هاي وين وراه لأنه هذا التاع من تاع أ هاي وين هاي تاع أ سينس تاع أشعال جذر 2 على 2 لكن ره طايح في الجهة الموجابة ها هو طايح في الجهة الموجابة يبقى لي هو نفس جذر 2 على 2 شوفوا اللي طاح في السلب نزيد لغي ناقص واللي طاح في الموجاب نخله نجو الآن إلى طانجنت طانجنت 35 بي على 4 الطانجنت وش يساوي لديك قانون ركم قيتوه هو سينس 35 بي على 4 على كوس الكوس لأن قريتو 35 بي على 4 يساوي شوفوا معي مليح الطانجنت يساوي السينس على الكوس أروح جولادي ها هو هنا السينس جذر 2 على 2 على الكوس ها هو هنا سينس كوس ناقص جذر 2 على 2 يروح هذا مع هذا تعطي لي ناقص 1 هاي خرجت ناقص 1 مركوها في ريسانكم ها نتعلمنا الدائرة المثلثية جزء اللول صاح بعد ما كمنا من هذا الجزء خلاص نتمنى أنكم فهمتوه لأنه يجيكم في الاختبارات وفي الفروض نعود الآن نجو إلى شيء آخر صاح قال لي إكس عدد حقيقي حيث إكس محصور بين التسعين والمية والثمانية يعني هنا هذه هي البي على 2 وهذه هي البي يعني رهي جاية هنا إكس التعير هنا يتحرك هنا كما نعين لكم فيه يتحرك لكم قال لي إذا علمت أن السينس تاع إكس يساوي خمس أوجد كوس إكس آه إيجاد إيجاد كوس إكس شوفوا الأولاد قالينا وحدة الخاصية أن كوس مربع إكس زايد السينس مربع إكس يساوي إنا واحد هذه قرينها في الكاتريام وذل مرة وش رأيكم الأولاد لو رجع ذا منا صباح لي كوس مربع إكس يساوي إنا واحد ناقص سينس مربع إكس إيه صحيح السينس الأولاد عندي هاي هنا قيمته تصبح سباح تساوي إنا واحد ناقص واحد على خمسة وعشرين يا أستاذ من جبت خمسة وعشرين سينس واحد على خمسة ربعه من التربيع ومن التربيع تولينا سينس مربع إكس يساوي واحد على خمسة لكل مربع مربع كسر مربع البسط ومربع المقا يولينا واحد مربع على خمسة مربع له واحد كوس مربع إكس يساوينا 24 على من على 25 ومنه كوس إكس يساوينا جذر زايد ناقص واش 24 على من على 25 أي حاجة كي تكون موجبة السنعم ليح كي يروح التربيع لازم نجذروها مرة تخرج بالموجب ومرة بالناقص تصبحنا واش كوس إكس 24 هي ربعة سمعوها هي ربعة في واش في اثنين في ربعة بستة ربعة تخرج ثم لنا اثنين جذر ستة والخمسة وعشين كي تخرج من الجذر بشعال تخرج تخرجنا بخمسة لكن يا إما ندو زايد ولا ناقص لكن نظركم نشوفوا وين هي اللي ندوها ركزوا معي يرحم والديكم قال لي هو الإكس التاعي يرحم والديكم تبعو يعني تخرج لكم هاك إما هاك أو هاك تخرجنا هاك وين اللي ندوها ركزوا معي عنا الزاوية تاعنا بين مراهي بين 90 و 180 90 و 180 جاية هنا الكوس التاحة كيفاش يجيها لولد الكوس التاع زاوية اللي راي جاية تلكم هنا الكوس التاحة سالب إذن هذا مرفوض سما هذا ما ندوهش ندو هذا هذه هي قيمة إكس التاعي لأن كوس التاعي كوس كان قيمة سالبة على هي أستاذ سالبة حنا عنا وحدة موجبة وحدة سالبة وين اللي ندوه ندو سالب لأن رجينا هنا هنا يا السينيس الكوس كيف يكون يكون سالب بعدها قال لي استنتج طانجنت أروحو نستنتجوه طانجنت 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 إشعال إكس يساوينا السينيس إكس على كوس إكس السينيس ها هوينا واحد على خمسة والكوس هو ناقص اثنين جذر ستة على خمسة كسر على كسري لكم شايفين اللول يبقى ودوز يم ينقلب طولينا واحد على خمسة في خمسة على بل الناقص هذا هذا الناقص نقدروا شوفوا ولادي هذا الناقص باتعرفوا مليح يكون عندكم في كسر عنده الحق يرجع هنا الخط بهالكم هكذا ناقص اثنين جذر ستة هذا مع هذا يروح طولينا واحد على جذر عفوا واحد بالناقص ناقص واحد على ثنين جذر ستة هذه هي القيمة المضبوطة هذه هي القيمة المضبوطة اللي نحبكم تركزوا عليها صحيتوا خلاص تمنا مع الجزء هذا رايحين نروحوا الآن إلى الجزء الثالث الجزء الثالث وش قالونا قالونا كوس بي على ثنعش يساوينا ثنين زي جذر ثلاثة على ربعة أوجد سينس كما درنا إيجاد سينس بي على ثنعش عنا كوس مربع اكس زايد سينس مربع اكس يساوينا واحد ومنه سينس مربع اكس يساوينا واحد ناقص كوس مربع اكس هذا عندك صاح تولينا ومنه سينس واش سينس مربع اكس يساوينا واحد ناقص واش ناقص ناقص هذا احنا بصحنا عندنا ماشي اكس اشترا عندنا عندنا بي على ثنع عش ركزوا معايا برك نحو هنا ونكتب بي على ثنع عش ونكتب هنا كوس مربع بي على ثنع عش على اكس ان احنا عندنا في براست الاكس را عندنا واش را عندنا بي على ثنع عش تصبح لي سينس مربع بي على ثنع عش يساوينا واحد ناقص هذا ركزوا الولاد نقطة نقطة معايا ولادي الا انه هنا شوفوا معايا بما ننسوش هذي قع مكتوبة هاكذا هاكذا مكتوبة هاكذا احطوا اذا هذي الكتابة انسينا هنا ايا اه نعم هنا هذي الكتابة انسينا غير باش نقولوا بلي ثنين زايد ثلاثة جذر ثلاثة الكل الجذر هداخل هنا وهنا لا لا صح هروح والربع تولي لي جذر واحد زايد ثنين عفوا ثنين زايد جذر ثلاثة الكل على ثنين الكل مربع هاي لكم صح 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 انسينا سينس مربع بي على ثناعش يساوينا واحد ناقص الان كي الربعو هتتعلموا معايا اي كسر كي الربعوه الجذر اللي اولتعو الشيسر الجذر الكبير يروح تولينا ثنين زايد جذر ثلاثة وهذا كي الربعو شعال يعود يعود ربعا صحيح نوحدوا المقام الولاد ها نوحدوا المقام شوفوا معايا شوفوا كان هنا واحد صباحنا واحد صباحنا المقام مشتركه واربعا وذن ناقص عصر واحكم يديه كامل الكسر هاكذا ناقص الولاد الكل اعلامنا على اربع ندخلوا عليهم ناقص صباحنا ناقص وهنا ناقص صباحنا هي ثنين ناقص جذر ثلاثة على اربعا لكن هذا شكون هذا هو سينيس مربع سينيس مربع بي على ثناعش خرجنا ثنين ناقص جذر ثلاثة على اربعا احنا قلنا أي حاجة اكتكون مربع بخرج تخرج بالجذر يعني إما سينيس بي على ثنىعش ليسونا جذرا ثنين ناقص جذر ثلاثة على اربعا أو سينيس بي على ثناعش يسونا ناقص جذرا ثنين من ناقص جذر ثلاثة على أربعا أي حاجة اكت NBC تخرج بالجذر Alabama نقصه بالزيد الربعة بشعال تخرج من الجذر نقدروا ذرك نديروهاك الربعة بشعال تخرج تخرج بثنين هاي لكم الان هذا ما يقدرش يخرج من الجذر بالصحة الربعة يخرج خرج بثنين الان نجو الان الى الى بي على اثناع عشر رحوا يحسبوه مئة وثمانين على اثناع عشر نسيبوها خمسطاعش ذيك الزاوية السماء وين جاية بي على اثناع عشر فو الولاد وين جاية شوف خمسطاعش درجة جاية هنا الكوست تحكي دير موجب السينس تحكي دير موجب ها السينس موجب السماء هذا يا الشاطرين مر مرفوض يروح السماء نحتاجه ذا هذه هي قيمة السينس الزاوية بي على اثناع عشر هي خمسطاعش درجة خمسطاعش درجة نغالولاد جاية في الربع الاول سماء السينس تحكي دير موجب هذا السينس جاية سالب سماء نرفضوه بعدها قال لي اوجد السينس خلاص استنتاج طنجنت استنتاج طنجنت بي على ثناع عشر احنا نعرف بالطنجنت بي على ثناع عشر وش يساوينا؟ يساوينا سينس بي على ثناع عشر الكل على كوس بي على ثناع عشر لان الطنجنت هذا هو القانون التاعو يصبح هنا يساوي السينس هايوينة اللي هي شعال اللي هي ثنين ناقص جذر ثلاثة الكل على ثنين هايوينة على السينس على الكوس الكوس رعاطيهن هايوينة شوفوه اللي هو شعال اللي هو عفوا جذر ثنين زائد جذر ثلاثة على ثنين كسر على كسرة الولاد هذا يبقى وهذا ينقلب اذا بعدها شوفوه وش رح يصرق معنى هذان وهذا يروحوا هاها مراحولكم بلما قلوا بتاع الكسرة رحوا تجربوها كسر يبقى ودوز يام ينقلب هذا الثنين مع هذا الثنين تروح لما تروح شو شتى يبقى لنا يبقى لنا هكذا الآن وش رايكم نضرب هذه في نفسها اللي هي جذر ثنين زائد ثلاثة ونضرب هذه في نفس العدل لأنه في الرياضية كي تضرب هنا تضرب هنا في جذر ثنين ناقص عفوا زائد جذر ثلاثة هكذا المقام مش سرح يرجع عنا لو نشوف مليحة المقام مش سرح يرجع تبعوا الله يفتع عليكم نقطة نقطة إذن قلنا وش درنا ضربنا في نفس المقام هذا لو تشوفوا يصبح متطابقة شهيرة رقم شعال رقم واحد رقم ثلاثة يصبح لكم هكذا شوفوا ثنين ناقص جذر ثلاثة ضرب ثنين زائد جذر ثلاثة لأن كيكون عنا جذرين مضربين في بعضهم البعض الجذور في الضرب يدخلوا على بعضهم بعض سبحانا ا ناقص بي في ا زايد بي يساوينا مربع الأول ناقص مربع الثاني سبحانا شعال سبحانا جذر واحد ليه يشعال واحد سمى ذركاء هذي كامل هذي كامل سبحت لنا شعال واحد شعال سبحت سبحت لنا واحد وهذي وش راح تسبحانا هاي تشوفوا الشاطرين هذي تسبحانا تساوينا واحد على هذا في نفسه وش راح يرجع عنا يرجع عنا الجذر يروح تولينا ثنين زايد جذر ثلاثة أي جذر كي ينضرق في نفسه تولينا جذر ثنين زايد جذر ثلاثة الكل يعني يسبح لكم هاك هاك مربع المربع مع الجذر يروح هاو راح هاو قدامكم راح هاي لكم راح عادوا تضربوا في مرافق التاعو اللي هو ثنين ناقص جذر ثلاثة ونضرب منها في ثنين ناقص جذر ثلاثة هذي يسبح المتطابقة الشاهر راح يرجع عادة ثلاثة A مربع ناقص بمربع يعني تسبح أنها تساوينا ثنين ناقص جذر ثلاثة A مربع ناقص بمربع تولي لي ثنين ناقص جذر ثلاثة هذه هي الطانجونت لأن هذه تعطيكم واحد إذن طانجونت P على 12 ها هي من القيمة المضبوطة التاعو إن شاء الله راكم فهمتوا الفكرة خلاص بعدها ننطلق الآن إلى الجزء الثاني ترجمة نانسي قنقر